في خبر آخر ألقى أو التقى رئيس المجلس الشعبية الوطني إبراهيم بوغالي بالعاصمة البرازيلية برازيليا الوزير الأول المالي شغيل كوكالا مايغا الذي يشارك ممثلاً لبلاده في مراسم تنصيب رئيس البرازيل المرتقب إقامتها اليوم الأحد وبعدما نقل بوغالي للوزير الأول المالي تحيات نظيره أيمن بن عبد الرحمن هنأه على العودة إلى ممارسة مهامه بعد تعافيه موضحاً أن مالي بحاجة إلى خبرته وكفاءته في الظرف الحالي رئيس الغرفة السفلة للبرلمان جدد دعم الجزائر الثابت لتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر وتشبثها بوحدة وسلامة تراب هذا البلد الجار والشقيق من جهته أكد مايغا علاقات الثقة التي تجمعها البلدين والشعبين وأوضح أن ذلك ما يؤهل توسط الجزائر لحل أزمة شمال مالي وعرب عن يقينه العبيق بأن النوعية التي تميز العلاقات الثنائية لا يمكنها إلا أن تستمر وتصدهر مجدداً التذكير بأن رغبة رسخة لدى الدولة والشعب الماليين للإشارة فقد وصل إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني صباح اليوم إلى برازيليا ممثلاً لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مراسم تنصيب الرئيس البرازيلي الجديد لولا دا سيلفا التي أقيمت اليوم الأحد